السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتكلم عن برنامج ريفوز والتحديث الجديد اللي عملته الشركة المبرمجة لهذا البرنامج العظيم اللي بيه تقدر تتخطى كل متطلبات آآ تسطيب نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين على كل انواع الاجهزة تتخطى متطلبات الامان تتخطى حساب تعمل عملية بتاعت بدون اتصال بالانترنت لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو لنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بازن الله حابب ان انا اثبت ليك ان الجهاز اللي انا شغال عليه ده لا يدعم نسخة حدواشر لكن انا قدرت ببرنامج ريفوز ان انا تخطى كل متطلبات الامان. زي ما حدراك شايف كده هعمل عملية التحقق. هتلاقي انه بيولك الجهاز آآ كمبيوتر الشخصي هذا لا يستوفي متطلبات آآ نظام ويندوز حدواشر. طيب لو انا رحت على اللي هي مواصفات بتاع كمبيوتر بتاعي هتلاقي يا حضراك انا مسطى بنسخة ويندوز حدواشر بلو اربعة وعشرين اتش تو. تمام بتاريخ واحد وتلاتين وعشرة اتفين اربعة وعشرين. احدث نسخة موجودة على موقع ميكروسوفت. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? ده اللي احنا بازن الله نتعلمه في الفيديو. لو حضرتك حابب تعرف كمل معي الفيديو للاخر. الخطوة الاولى اللي حضراك هتعملها ان انت تفتح المتصفح الخاص بيك وتكتب كلمة ريفوز. تمام كده هوت? وبعد كده تضغط على اول خيار تبدأ تفتح معاك صفحة البرنامج. طبعا برنامج ريفوز برنامج اه لا غنى عنه على اي جهاز كمبيوتر اللي يساعدك ان انت استطبت جميع النسخ الويندوز. حضراك هتنزل لحديث ما تجيب اللي هو ريفوز اربعة ستة. تضغط على دول لود. تعمل اغلاق. تنتظر لحديث مع عملية التحميل. تبدأ معك. زي ما حضراك شايف كده عملية التحميل بدأت. طبعا بعد كده حضراك في المتصفح تبدأ تعمل عملية التحميل. طبعا البرنامج تم تحميله بمطالة البساطة. هبدأ اضغط على فتح المجلد اللي تم التحميل فيه. كمام كده هوت اه في اللي هي الدول لود البرامج. كمام? هاخد البرنامج اه اللي هو على سطح المكتب الخاص بي. كمام كده هوت هاخده وقص. واجي على سطح المكتب بتاعي واعمل له عملية آآ لسق. دي الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها مع بعض. زي ما. الخطوة اللي بعد كده ان انت هتروح على المتصفح الخاص بيك آآ تفتحه وتكتف في خانة البحث آآ ويندوز حدواشر وتضغط انتر وبعد كده تاخد الخر الاولاني ده طبعا موقع ميكروسوفت الرسمي تضغط عليه. تمام وتنتظر لحديث ما صفحة آآ ويندوز حدواشر تفتح معك. تبدأ تنزل تحت وتاخد اللي هو خيار. تضغط عليه. هيزهر لك على طول اللي هي نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين اتش تو. دي احدث نسخة موجودة على الموقع. وباقي تضغط على تنزيل الان. وتنتظر وبعد كده تبدأ تختار اللغة اللي انت حابب ان انت تنزل بيها النسخة. فانا هختار اللغة العربية. حضرك هتختار اللغة اللي تعجبك. تضغط على تأكيد. تمام. وبعد كده هتبدأ على طول على الدول لود. هنا بيقول لك دول لود اربعة وستين بيت. آآ لغة عربية. هتنتظر لحد دي ما تبدأ عملية الدول لود. زي ما حدرك شايف كده. ظهر معي الملف. هبدأ على طول في عملية التحميل. تضغط على بدء التحميل. تمام كده? وتنتظر لحد دي ما نسخة الويندوز تنزل معاك. آآ هوقف الفيديو الحين اللي انتهى من تحميل النسخة. اواري حدرتك ازاي هنسطبها على فلاشة باستخدام برنامج ريفوز ونتخطى متطلبات الامان. واحسان ميكروسوفت والتسطيب بدون الاتصال بالانترنت. تابع معي الفيديو. بعد الانتهاء من تحميل نسخة ويندوز حدواشر زي ما حدرك شايف كده اللي هي ويندوز حدواشر. اربعة واشرين اتش تو. احدث نسخة على موقع ميكروسوفت. هنبدأ نفتح برنامج اللي هو الريفوز. تمام? اقول له نعم. انتظر لحديثنا البرنامج يفتح معانا. اقول له لا. طبعا انا محمل احدث نسخة. مش محتاج ان انا احدث البرنامج. هيفتح معي البرنامج بسردية. طبعا في الوقت ده حدرك هتكون حاطة فلاشة في قلب جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما حدرك شايف كده هو ارى الفلاشة اه الخاصة بي. تبدأ هنا بقى تضغط عشان تحطد له مكان آآ نسخة الويندوز اللي حضرتك حملتها. تضغط على اختيار. هيبدأ يستعرض ليه جهاز الكمبيوتر. طبعا انا حطيتها على سطح المكتب. اللي استوانا اهي. اللي هي ويندوز حداشر اربعة واشرين اتش تو. هبدأ اعلمها ليه وضغط على فتح. تمام? هيبدأ البرنامج اتحاول معي الاستورة دي. في الوقت ده حضرتك هتختار نوع النظام بتاعك جي بي تي ولا ام بي ار. طيب هنعرف دي مع بعض ازاي? بمنطقة البساطة كل اللي حضرتك هتعملوا هتقف على قيمة آآ استارت. وتاخد حاجة اسمها ادارة الاقراس. تمام? وانا انتظر لحديث ما ادارة الاقراس تفتح معي. تمام? هنيجي على اللي هو الهارد ديسك. الخاص بينا. طبعا الهارد ديسك بتاعي اللي هو ده. اقف اعمل عليه كليك يمين واخد خصائص. طبعا الهارد اللي هو موجود عليه الويندوز. اللي هو تاخد وحدات التخزين. زي ما حضرتك شايف كده هو بيقولي ان الهارد ديسك بتاعك جي بي تي. لو حضرتك بقى كنت جي بي تي هتخليه جي بي تي. لو كنت ام بي ار هتخليه ام بي ار. فانا طبعا اخليه جي بي تي. تمام? وبعد كده تضغط على اللي هو عملية البدء. نيجي بقى الاهم خطوة هنا بقى حضرتك ان انت لازم تتأكد ان انت معلم على ازالة اللي هي متطلبات الامان. وازالة متطلبات حساب ميكروسوفت. تمام? كده هوت. وتيجي اهم خيار برضو موجود ان انت تعمل حاجة سمتعطيل التشفير التلقائي بتلوقر. عشان البرتشنات بتاعتك ممكن ميكروسوفت تشفرها لك اه بباسورد ومصطعب ان انت حضرتك اه تفتحها مرة تانية. وهنا هتختار برضو اللي هي تعطيل اه بيانات الخصوصية. عشان يسرع عملية تسطيب نسخة الويندوز اه عندك. وبعد كنت اضغط على هو هنا بينبهك ان هو هيتم مسح كل الاشياء اللي موجودة على اه الفلاشة. فانا هضغط على موافق. تمام? هيبدأ هو يعمل عملية حزف الاقصام الفلاشة. وتقسيم جديد ويعمل عملية فرومات. ويبدأ يعمل عملية اه ستب لنسخة ايزو على الفلاشة. هوقف الفيديو لحين الانتهاء وارجع عليك مرة تانية عشان ما اطولوش عليك. تابع معي. طبعا بكده تم عملية حر النسخة بنجاح على الفلاشة بتاعتنا. تابع معي الفيديو. كل اللي انت هتعمله بعد كده ان انت تضغط على اغلاق وتدخل بقى على اه عملية ريستارت لجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان تعمل عملية لنسخة. طبعا انا وفرت لك هنا صورة فيها كل المفاتيح اللي انت ممكن تضغط عليها حسب نوع الجهاز بتاعك عشان تدخل على اه شاشة استطاب الويندوز وانت بتعمل عملية ريستارت لجهاز الكمبيوتر. اطريقة تختار طبعا الجهاز بتاعك وهتشوف هتضغط على انيو مفتاح. هنبدأ ندخل بقى في المرحلة الاخيرة من الفيديو هي عملية استطاب تابع معي الفيديو. بعد ما عملنا عملية اه ريستارت لجهاز الكمبيوتر اه الخاص بنا وحضرتك اه ضغطت على مفتاح اف تسعة لان الجهاز بتاعي ده اللي هو هبدأ ااخد اه الخيار اللي هو بتاع الفلاشة وتبدأ تضغط على انتر هيبدأ يدخلك مباشرة على لوحة استطاب بتاع اه ويندوز هتبدأ تفتح معي على طول اللي هي الشاشة بتاع استطاب ويندوز حداشر تابع معي الفيديو. زي ما حضرك شايف كده فتحت معي لوحة استطاب بتاع ويندوز حداشر دي الشكل الجديد بتاع عملية استطاب بتاع ويندوز حداشر. تبدأ تختار اللغة اللي انت عايز تثبتها طبعا هي اللغة العربية السعودية وتبدأ تختار البلد. تمام كده قد تبدأ طبعا تختار البلد الخاصة بيك طبعا انا هختار آآ مصر وبعد كده هتروح رايح على التالي. تضغط على التالي. تمام كده هو هو هتنتظر هو بيقول لك آآ لوحة آآ المفاتيح هتبقى مية واحد هضغط على التالي. تمام كده هو ممكن بقى حضرتك في الوقت ده ترجع لشكل لوحة استطاب القديمة لو انت مش تتعود على الشكل الجديد هبدأ اختار الشكل القديم زي ما حضرك شايف كده رجعت للوحة استطاب القديمة. هنبدأ آآ نزبة الدنيا بقى التاني عادي ما فيش اي مشكلة خالص اختار برضو آآ مصر. تمام كده هو انا طبعا اخترت الشكل القديم عشان ده اللي انا متعود عليه. لو حضرتك حبيب ان انت تجرب الشكل الجديد عادي ما فيش اي مشكلة. تضغط على التالي. وبعد كده تضغط على اللي هو التسبيت الان. هو بيقول لك استطاب هتبدأ عملية استطاب معك. هتفتح معك آآ اللي هي الشاشة ديت هتبدأ تضغط على اوافق. تمام? وتبدأ تضغط على التالي. زي ما حدرك شايف كده. دخلني بقى هنا دوقتي على يقول لي انت هتحط نسخة الويندوز بتاحتك آآ فين? طبعا انت مفروض تبع عارف الهارد بتاعك اللي انت هتستطب عليه الويندوز. تمام? وتبدأ تختاره. طبعا الهارد اللي انا هستطب عليه اللي هو الهارد التمانين آآ جيجا. آآ وهتبدأ تضغط على التالي. طبعا انا لو ضغطت على التالي. آآ هبدأ اسطب نسخة الويندوز. مفروض حضرك قبل ما تضغط على التالي هكون ضغط على كلمة تهيئة عشان تعمل للهارد ديسك اللي انت هتنزل عليه نسخة الويندوز. طبعا انا مش هكمل عملية تسطيب نسخة الويندوز لان انا لسه مسطب نسخة ويندوز بس انا حبي اتقاري لحضرتك ان احنا بالبرنامج قدرنا ان احنا نتخطى اللي هو متطلبات الامان بتاع نسخة آآ ويندوز آآ حداشر وان شاء الله تتخطى كمان بيها حساب ميكروسوفت وتقدر تسطبها بدون الاتصال بالانترنت. آآ هقف انا عند النقطة ديت آآ مش هكمل لان انا طبعا لسه مسطب آآ نسخة ويندوز حداشر على الجهاز بتاعي. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.